حديث عن هذا الملف عملية استباقية للجيش الوطني الشعبي الياقضة والحذر لتعزيز أمن المواطن أسعد باستضافة الخبير الأمني والمناقبة دولي سابق أستاذ أحمد كروش مساء الخير مرحبا مساء النور في أي إطار يمكن تصنيف هذه العمليات الاستباقية الأخيرة نتحدث عن إحباط عملية محتملة بحزام ناسف في العاصمة قوة الجيش أوقفت هذا الانتحاري تحدث عن عملية من هذا النوع لم نسمع من عمليات مماثلة منذ أعتقد 2006 أو 2007 بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة نعم هي المحاولات ربما من الإرهابيين لم تتوقف أبدا وإنما ننظر فقط إلى دائما بيانات وزارة الدفاع الوطني أين كل يوم نقرأ عن تحييد بعض الإرهابيين واكتشاف مخابئ للإسلحة ومخابئ للذخيرة وكذلك التفكيك ربما لبعض جماعات الدعم الإرهابية لكن هذا في الجنوب بالجنوب الوطني الأكثر نعم بالجنوب الوطني لكن تحدث مثلا عن العاصمة عن انتحاري في العاصمة في العاصمة بهذه العملية وبالعزم النازف نعم لكن بيع بطرق أخرى هناك كانت محاولات منذ بداية الحراك السلمي في الجزيرة كانت هناك محاولات لاختراق هذا الحراك بطريق الجماعات المسلحة والسيد الفريق رحمه الله كان في كل مرة يذكر بهؤلاء على أساس أنه ألقي القبض على مجموعات كانت تستهدف الحراك وبالجرم المشهود أي أنه لما تلقى عليها القبض هناك وسائل من أجل قيام بعمليات إرهابية داخل الحراك ربما لا تكون بالحزم النازف ولكن ربما عن طريق قنابل تقليدية أو قنابل غير تقليدية داخل الحراك ورأينا كم بيان من البيانات وزارة الدفاع الوطني سواء في شهر أفريل أو في شهر جوان أو في شهر جويلية كم كانت من تلك البيانات التي كانت تتكلم عن هذه الأشياء نعم هذه الأمور لماذا لا تبقى في إذان الجزائريين لأن والحمد لله هذه العمليات الاستباقية للجيش الوطني الشعبي ولأجهزة الأمن الجزائرية التي أصبحت الآن تضع جميع الخلايا الإرهابية تحت السيطرة ربما لا تستطيع القبض عليه لكن هو بمجرد القبض على شخص من هتلك الأشخاص تصبح كل المجموعة والمعلومات التي تستقيها من ذلك الشخص تصبح كل المجموعة تحت السيطرة وتحت المراقبة وبالتالي هذه العمليات الاستباقية هي التي دائما تؤدي إلى عدم إمكانية الجماعات الإرهابية من تنفيذ مهامهم الإجرامية التي أكيدت لهم ولهذا كما قلنا لا تبقى في الأذهان بالنسبة للمواطنين والجزائريين لكن لو نعود إلى كل بيانات لا تبقى في أذهانهم لأنه عمل في الخفاء نعم لأنه عمل في الخفاء وربما حتى ببيان هكذا يمر في الإعلام لكن الحمد لله أن هذه اليقظة اليقظة الدائمة لأجهزة الأمن والقدرة على متابعة الإرهابيين والسيطرة على الموقف والقبض على الإرهابي في الوقت اللازم والممكن ودون تنفيذ مهامه هو من يحيد هذا الإرهابي ويؤدي إلى عدم تمكن من أداء الجريمة التي أكيدت إليه في قراءة لبيان وزارة الدفاع الذي يتحدث عن تفكيك خلية إرهابية تتكون من 17 عنصرا من عدة ولايات ما الذي نفهمه من هذا الجملة من عدة ولايات يبدو أنه فيه ارتباط ما بين هذا 17 عنصر يحضرون لعملية ما نعم هو كما قلنا بمجرد القبض على عنصر من العناصر وخاصة العناصر النشطة ولأن الآن كيف لأن فيه مزالت فيه بقايا الإرهاب وفلول إرهاب موجودة في التراب الجزائري فقط في السنة الماضية لا ننسى أن هناك حوالي 90 إرهابي عيدة في سنة 2019 منهم 15 قضية عليهم 25 ألطية عليهم القبض اكتشاف 6 جثث عرفت للإرهابيين وكذلك لـ 44 إرهابي سلموا أنفسهم إذن هذه الكمية هناك ذئاب منفردة وهناك ربما جماعات صغيرة جدا ما زالت موجودة في الجزائر صحيح أنها لا تستطيع تكوين جماعات أو تكوين خلايا تستطيع إحداث صدمة أو إحداث هجوم وإنما ربما أو عمليات عسكرية بهذا القول وإنما هي تستطيع ربما إحداث خلال في الأمن أو تنفيذ بعض العمليات استعراضية أمنية هنا وهناك من أجل الشوء الإعلامي أو الاستعراض الإعلامي إذن الأمر ليس أن هناك فعلا فلول للإرهاب وبقايا ما زالت موجودة وبمجرد القبض على هذا الشخص الذي كان يريد تفجير نفسه في التجمعات الشعبية من هذه المعلومات استطاع تفكيك هذه الخلية وخاصة كذلك دائما نجد أن هناك خلايا لدعم الإرهاب دائما يتم تفكيكها على مستوى الجزائر فيما يخص القبض على هذا الشخص المدعو وراء بشير من بلدية أو قبض عليه في بلدية بيرتوتا بالجزائر العاصمة بيان وزارة الدفاع يقول كان مرشح لتنفيذ عملية انتحارية باستعمال حزام ناسف ويقصد المسيرات السلمية فيه البعض من عناصر الإرهاب التي تبحث كما قلت أستاذ على الإطارة على صدمة على البهرجة الإعلامية أنها تنفذ مثل هكذا عملية استعراضية وسط حشد سلمي كيف قلنا أن الحراك أو التجمعات الشعبية كانت مستهدفة منذ بداية الحراك وكانت هذه المحاولات كلها محاولات يأسة وحتى شفنا في بيان وزارة الداخلية مؤخرا قبل يومين أنها نلقت القبض على حوالي 260 أجنبي كانوا داخل الحراك ربما فيهم من هو دخل الحراك عن طريق فقط من أجل الفوضول أو من أجل معرفة ماذا يجري ولكن فيهم ربما بعد كذلك من يريد إحداث فوضى داخل الحراك لأن هذه التجربة الجزائرية وهذه الحراك السلمي وهذه القدرة لأجهزة الأمن الجزائرية والجيش الوطني الشعبي للجزائر الذي أصبح مفخرة للجزائر والجزائريين ويشهد له العدو قبل الصديق على أساس قدرة حماية المسيرات السلمية في كل هذه الجمعات الآن ما يقارب السنة إذن هذه لا ترضي بعض الأطراف سواء الدولية خاصة منها أو حتى بعض الأطراف الداخلية أو من يريد شر للجزائر بأن حتى على الأقل أن ينزع صفت السلمية على هذه المسيرات أو على هذه التجمعات الشعبية في كل أسبوع إذن هذه العمليات كما قلنا هي كانت عمليات يعني دؤوبة ومستمرة ومحاولة يأيسة في كل مرة تلقي قوات الأمن عليهم القبض لذا نجد أن الآن لماذا قلنا لأن أجهزة الأمن تملك المعلومات والقدرة الكافية وأجهزة ترصد كافية سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى على العلاقة السيبريانية أو حتى بالنسبة للحرب الإلكترونية بتقاطع الاتصالات أو الاتصالات بين هذه الجماعات الإرهابية هو ما يمكن جهزة الأمن أنه كل شيء مراقب يعني لدرجة أنه يجب أو يستطيع الأجهزة الأمنية أنها تنفذ هذه العمليات الاستباقية قبل حدودها نعم وهذا هو السبب الوحيد الذي يؤدي إلى مإمكانية أجهزة الأمن أن تنفذ هذه العملية الاستباقية دون أن يتمكن الإرهابيون إلى أي مدى تبين هذه العمليات الاستباقية قيمة اليقظة والحذر وسط الأجهزة الأبدية قوات الجيش الوطني الشعبي هذه الخبرة خبرة سنوات الجزائر عانت وعانت كثير وكثير جدا من عملية الإرهابية والإرهاب ربما حتى من التسعينات إلى ربما خاصة في العشرية السوداء أين الجزائر كانت تحارب الإرهاب لوحدها والعالم أعطى ظهره لها الآن لما أصبحت الأرهاب ظاهرة عالمية أصبحت كذلك التجربة الجزائرية هي التجربة محبوبة مطلوبة من جميع الدول ومن أجهزة الأمن العالمية على أساس تبادل الخبرات بين الأجهزة الأمن الجزائرية والجيش الوطني الشعبي وكذلك بالنسبة لكل دولة تعاني من هذه الآفة آفة الإرهاب وهي آفة عالمية الآن لأصبحت بكلمة حامة انتشار عالمي صحيح انتشار عالمي لها ولذا نجد أن هذه اليقظة وهذه التجربة وهذه الخبرة وهذه القاعدة البيانات التي تتصبها أجهزة الأمن الجزائرية هي من تحيل دائما أن تجعل من محاولات الإرهابيين دائما محاولات إيسا نتمنى إن شاء الله أنه يدوم الأمن والأمان في بلدنا من دون شك أشكرك جزيلا شكر أستاذ أحمد كروش الخبير الأمني والمراقب الدولي السابق لحضرك معنا ولكل هذه التفاصيل شكرا جزيلا لك نطوي مشاهدين هذا